اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ان شاء الله تعالى وقبل ان ندخل في موضوع الدس بنتكركم باهمية الانضمام الى مجموعة العلوم الاسلامية عبر الواتس اب وكل المادة مجموعة لكم في دوسية المشجر المبسط في العلوم الاسلامية مطبوعة ومتوفرة في المكتبات الان ومع اثار التفكير الاجابي للتفكير الاجابي اربعة نتائج او اربعة اثار اول حاجة الشعور بالطمانينة والسكينة يعني يسمح الانسان راضي عن نفسه وراض عن ذاته كيف يكون ذلك بالامان بعدل الله تعالى التفكير ايجابي لانه بفكر صح فيعتبر ان الله عز وجل احكم الحاكمين واعدل العادلين سبحانه وتعالى ثانيا لانه التفكير عنده ايجابي يصبر على مبتلاه ربه ويرضى اخذنا فيه من احد وسائل تحقيق التفكير الايجابي في الدلس السابق الرضى بقضاء الله وقدره وهذا ينتج عنه ماذا ان يصبر على مبتلاه الله عز وجل لانه تفكير الايجابي اوصله الى هذه المرحلة ان يصبر على مبتلاه الله عز وجل به فيرضى بقضاء الله عز وجل وقدره ثالثا يسعى الى تحسين حاله بلا سخط او شكوى يعني اذا ابتلي بمشكلة او وقع بمصيبة فانه يحاول التخفيف منها والخروج من الازمة التي وقع فيها وكل هذا يكسبه الشعور بالراحة والطمأنينة والسكينة اذا هذا هو الاثر الاول من اثار التفكير الايجابي ننتج الان الى التفكير الثاني عفوا الاثر الثاني من اثار التفكير الايجابي وهو تحقيق الدافعية للخير تحقيق الدافعية للخير يعني يصبح للانسان مبادر الى اعمال الخير كيف يكون ذلك اولا فالايجابية تبث الامل في الحياة لانه عنده امل فهي عنده دافعية للقيام بالاعمال سواء كان الفرائض او كان النوافل او كان اي عمل مطلوب منه على خلاف الانسان صاحب التفكير السلبي عنده كسل وعنده خمول وعنده عدم دافعية للقيام باي عمل انه انسان محبط احباطه ادى الى او تفكيره السلبي ادى به الى الاحباط اما صاحب التفكير الايجابي فمهما كانت الضغوطات عليه فانه ايش فانه يشعر بالامل في الحياة ولانه عنده مستقبل وعنده اهداف دائما يسعى ولا يبقى دون عمل ثانيا وتجعل لها قيمة ولذة يعني هذا العمل حينما يقوم به صاحب التفكير الايجابي يقوم به بلذة ويقوم به بشوق وهذا العمل الذي يقوم به بالنسبة له ذات قيمة ثالثا فيقدم الفرد على مراجعة اخطائه ومشكلاته الدفعية بتخلي يحل المشكلات والازمات التي قد يقع فيها رابعا فيبدأ حياته من جديد مستفيدا من تجاربه واخطائه التي وقع فيها ويكون فاعلا في مجتمعه نحو الخير والصلاح كل هذه عبارة عن شرح للنطة الثانية اللي هي تحقيق الدافعية الى الخير او الى اعمال الخير ننتقل الآن الى الثالثة او الاثر الثالث او النتيجة الثالثة من اثار التفكير الايجابي وهو تناقص الجرائم والعنف المجتمعي اذا الناس صار عندها تفكير ايجابي فلا شك انه هذا يؤدي الانخفاض نسب الجريمة في المجتمع فتقل الخصومات بين الناس لان الناس اصحاب التفكير الايجابي لا فراغ عندهم فلما يكون عندهم فراغ فبالحال هاي هم مشغولين باشياء اخرى نافع لهم فمشفاضين وقت او ليس عندهم وقت للتخاصم وتنازع مع غيرهم من الناس ويحافظ المجتمع على امنه واستقراره هذه احد اثار او احد نتائج التفكير الايجابي ختاما وهي الرابعة التقدم والرقي في كل نواحي الحياة هذه من اثار التفكير الايجابي فيقوم تقدم الامة على عقول ابنائها يقوم تقدم الامة على عقول ابنائها ابنائها بسبب التفكير الايجابي فتحفظ الطاقات العقلية وتوجيهها لخدمة الامة بدل ما اتبددها وبدل ما انها ضيحة دون استفادة منها ويوظفونها للابداع خاصة للشباب للابداع والابتكار والانجاز وليس للهدم او الدمار او ليس للهدم والدمار هذه اربعة اثار من اثار التفكير الايجابي او التفكير الايجابي تكون عند الانسان نكتفي بهذا المقدار وبهذا يكون الدرس قد ينشرح بشكل كامل وكنا قد فصلنا في اجزائه حتى يسل علينا فهمه اولا ثم حفظه ثانيا ثم بعد الحفظ لا بد من خضية التكرار مرة يوميا لمدة اسبوع ثم مرة كل اسبوعين ثم مرة بالشهر مع التركيز على الاسئلة الوزارية التي جاءت على هذا الدرس والان مع الاسئلة الوزارية التي جاءت على ما تم شرحه في هذه الحصة السؤال اول سؤال اختر الاجابة الصحيحة يقول السؤال طبعا هذا السؤال غريب جاء بصيغة نعم او لا من اثار التفكير الايجابي انخفاض الجرائم والعنف المجتمعي نقول نعم صحيح لانه هذا مر معنا قبل قليل لان الناس اصحاء او المجتمع الذي يصار عنده تفكير ايجابي مش فاضين للنزاعات ومش فاضين للخصومات فبالحالها هي بتقل نسب الجريمة في المجتمع هذا هو اذا جواب السؤال الاول نعم من اثار التفكير الايجابي انخفاض الجرائم فعلا والعنف المجتمعي اما السؤال الثاني هو سؤال مقالي للتفكير الايجابي اثار عدة اذكر ثلاثة منها طبعا احنا شرحنا اربعة اثار من اثار التفكير الايجابي اولا الشعور بالطمانينة والسكينة وثانيا تحقيق الدافعية للخير وثالثا تناقص الجرائم والعنف المجتمعي هذه ثلاثة اثار من اثار التفكير الايجابي هذا كل ما جاء من الاسئلة الوزارية على ما تم شرحه في حصة اليوم اول جزء الرابع من حصص التفكير الايجابي ختاما نختم حصتنا باسئلة مقترحة على ما تم شرحه السؤال الاول بصيغة اختر الاجابة الصحيح يقول السؤال الايجابية والاستفادة من التجارب تعتبر احد اثار التفكير الايجابي وهو هل هي الشعور بالطمانينة والسكينة لا الشعور بالطمانينة والسكينة ليس لها علاقة بالاستفادة من التجارب فاذا الخيار الاول خيار غير صحيح الاستفادة من التجارب تعتبر من احد اثار تحقيق الدافعية للخير نقول نعم هذه هي تحقيق الدافعية للخير لأن الانسان يستفيد من تجارب غيره فهذا يدفعه الى عمل الخير والى حل المشكلات التي ممكن انها يتواجه اما تناقص الجرائم لا تناقص الجرائم لها علاقة بتقليل نسب الخصومات بين الناس التقدم الرقي ليس له علاقة بالاجابة الصحيحة السؤال الثاني سؤال مقالي من اثار التفكير الايجابي التقدم الرقي لهي اخر اثر من اثار تفكير الايجابي وضح ذلك السؤال وضح ذلك طبعا ممكن انوضحه باربعة افكار الفكرة الاولى اللي هي كما بيناها يقوم تقدم الامة على عقول ابنائها هذه اول فكرة نكملها فتحفظ الطاقات العقلية وتوجهها لخدمة الامة هذه الفكرة الثانية ويوظفونها للابداع والابتكار والانجاز فكرة الرابعة وليس للهدم والدمار وبهذا نكون والحمد لله رب العالمين قد انجزنا الدرس العاشر من دروس العلوم الاسلامية القاكم على خير ان شاء الله تعالى قريبا تابعونا مع الدرس الحادي عشر ان شاء الله تعالى وهو بعنوان قصة اصحاب الغار كان معكم معلم المادة الأستاذ طاه نايف طاهة معلم العلوم الاسلامية وتربية الاسلامية في منصة اساس التعليمية ألقاكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته